موسيقى موسيقى احنا بقى ايه في مدينة اه ايه مدينة شهلة مدينة قديمة اوي ليه حكاية في انشاءها بس بص اللي بص عدين زي هدوهم افكار جوهنمية قالك الحاجات تبقى ضيئة كده مشان مفيش جيش يده يخش واحد او اتنين يعدوا بيروح ضرب بينهم بالطوبة بالنبال بالحاجات يخلصوا عليهم ايه الحكاية دي مدينة شهلة اتبنت سنة 1200 وشوية سنين بسيطة في القرن 19 جاءت موجة مطر راهبة جدا والمكان هنا مطر قليل لكن ميته اللي تحت الارض كتير راح تجاية المطر قديب يعني سيول دغدغة المدينة فانسلوا بقى في الوادي تحت طيب هما ايه اللي تطلعهم فوق هقولك بقى سيدي ايه اللي تطلعهم فوق لما نطلع فوق شوف يا سيدي بقى في قديم زمان في سالف العصر والاوان كان في مدينة تحت او واحة تحت فيها مية ربنا رزقها بالمية اسمها غورمي وكانوا السكان عايشين وفي مية ففي خير في نخل تطلع بلع وزتون شجر زتون وحاجات كتير بقى بيزرعوها عشان ياكلوا ويتبسطوا ويعيشوا لكن طبعا محدش سابهم فعلهم ليه بقى لان القوافر كبتيجي من المغرب ومن اسبانيا لما تخش بقى افريقيا كده وتيجي تمشي يعدوا على سيوة هنا لانها ايه خير في مية المكان هنا خلي بالك احنا بنتكلم مش على مكان مرتبط بالدينة الاسلامية او تاريخ الاسلامي لان احنا ابعد من كده بكتير هنا في معبد امون لكن فيه اغورمي بقى اللي بقولكوا عليها دي طبعا مسبهمش في حالها شو كل شوية غارة من الناس يضربوهم ومنوتوهم وفتاعة ومات منهم ناس كتير ويتبهدلوا لغاية ما فضل منهم اربعين راجل اربعين راجل قالوا نعمل ايبقى عشان نتفادى الغزوات دي نطلع تحت عليها زي نفس فكرة حكام كتير كان ده المنطق الزمان ونبني صور كبير قوي ونعمل مدينة لنا ونعمل لها باب صغير كده يعني كده اللي سموه باب انشال يعني باب المدينة ولي تطور بعد جده سموها شالي الباب ده يخش منه فرض واحد وفيه بقى شبابيك صغير كده لو اي حد دخل وفيه واحد قاعد عليه لان الصبح مفتوح بالليل يقفلوه ومش الحال استدقوا ان هم أمنوا نفسهم وبعد مئة سنة عملوا باب تاني اسمه باب تراط ده باب سري بقى باب سري هم بس اللي يعرفوه هالي واحد وبعدين عامة قدوحة بقى عاملوا باب للستات بس والباب ده الظاهر يعني شقوه في بيته عشان كده سموه باب قدوحة لما تيجي تبص كده انا عايز بقى ايه احد من زميلي يشوف الناس البنى كان عامل ازاي زماني ويشوف القبح اللي تحت موسيقى فالف تمنمية بقى ستة وعشرين جسل اللي قطاح بالمدينة ضمرها ويزاي ما بيقولوا جاب عليها واطيها وعين بدأت الناس تنزل بقى طبعا ما كانتش بتبني الشكل الفضيع اللي انتوا شايفينه ده اللي الشكل اللي هو هو ممكن يكون حاجة حديثة بس مش كل حاجة حديثة تنفع في اي حدة لان المكان هنا ليه مزاق فتوكو بقى في الجلام الواحة دي كانت مافتوحة يعني كده مش فيش اي مشاكل فيها ويه هي مصرية من ايام الفرعنة انما عمك محمد علي بقى هو الحاكم المصري اللي بعت قوات وجيه ياخد الضرائب مفيش تفاهم عمك الدكتور احمد فخري ده بقى عمل حاجة ممشوعة كده زي موسوعة عم الجمال حمدان اللي هي شخصية مصر عمل موسوعة عن واحات مصر خمس اجزاء من ضمنها جزء متكامل عن سيوة هنا بقى في البيوت ديت اللي ما شافش مسلسل او ما قراش رواية عمنا بقى طاهر رواحة الغلوب او ما قراش حاجة عن سيوة من كتاب الدكتور احمد فخري هي عرف بقى حكاية الهولة والله هو مناسب ان انا احكيها لكم ومش عارف لو قعدت على الصخرة دي هيطلع من اي حاجة موسيقى 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 بيقولك يا سيدي بقى الغولة ايه هامل الغولة دي قالك ستة لما جوزها يموت يعني تبقى ارمالة يقولك دي عينيها بقت بقى شرانية ووحشة وفيها حسد وبتاعها حاجات سيكتة نعم فيها ايه بعدها بتعملش حاجة احنا ناخدها عند عين طموسي عند العين دي وتقلق كل هدومها ويقلق كل الحلية اللي عندها كل حاجة تبقى كده ايه تمام وبعدين ينزلوها في العين تستعمى وبعدين يلبسوها لبس ابيض طوب ابيض كده وياخدوها كل اللي بيعملو دول ناس كبار في السن عواجيز وياخدوها يحطوها في قوضة ويجيبولها الاكل الاكل ده عبارة عن اي حاجة بس ما فيهوش لحوم يعني مفيش لفراخ ولا لحمة ولا كلام من ده خالص ومتتكلمش مع حد حتى قريبها ولا بتتكلمش غير مع الستات العواجيز بتقعد كده كتير اربعة شر وعشر تيار مفيش تفاهم لا بتستحمى ولا بتسرح شعرها ولا بتقص شعرها ولا بتعمل تحط الكحر زمان كان رازم يحط الكحر ولا فيه اي حاجة خاصة قاعدة في القوضة بس وبعدين بقى يحصل دوم نقف شوية بقى بس يا سيدي الاربعة شر الاربعة شر ولعشرة ايام خلصوا هنعمل ايه في الستة دي بقى خلصت فترة العزلة هلا هتخرج هتخرج كده؟ لا لطلع للخروج قصة كبيرة قال ايه؟ قبل ياب يوم يخرج واحد يمشي في القرية كلها او الواحة وراكب حمار ومعه طابلة الغولة هتطلع بكرة الغولة هتطلع بكرة كويس خلاص تاني يوم العائل الصغيرين تمشي تقول الغولة هتطلع دلوقتي الغولة هتطلع النهاردة دلوقتي لا يمشي من الواحة كلها يقول الغولة طالع بعدها بشوية تكونوا الرجالة بقى راحوا للغطان والحاجات وكده والستات تستخبى كلها والعائل استخبوا واحد بقى من قريبة يطلع في السطوح ويقول بيتها يقول الغولة هتطلع دلوقتي وهم تطلع بقى الغولة يوم كله استخبى لانها ايه؟ نحس واي حد هتقرب له هتحسده وتعمل له فيه مشكلة وشرة فيها روح شريرة بعدين بقى خلاص هي بقى توقف في السطوح تطلع في السطوح وبعدين بقى تفاصيل تانية كتير المهم انها في الاخر بي تستعمى وتتكحل وتلبس وتبقى تاخد بقى الأول حاجة زي خوصة أو حاجة وترميها من فوص تحبتها لو نزلت على واحد يبقى نهار وتسوي هي بقى فيها مصيبة هتحصل لأول ما تعمل كده هي بقى هي بقى التهارط وبقى التمام الغولة بقى تروح بقى بتها تلبس وتتوضب وتلبس الزينة وتتجاوز لا تقول لا سنة لأول سنة محدش قرر من حاجة وبعدين بقى تعيش حياتها طبعا دلوقتي بيقولوا بعد ما عد شوية بقى الأربعة شهر وعشرة يام دول بقى وأربعين يوم دلوقتي أنا سألت سكان أو من أهالي الواحة ناس فقالوا إن العادة دي خلصت خلاص طبعا الدنيا بتتغير لكنها حكايات وأنا مبسوط إن أنا بحكيها لكم لأنه ده أهلنا ناسنا عاشوا حاجات أنت ممكن تعتبرها حلوة ممكن واحدتان يعتبرها فيها قسوة يعتبرها وحشة يعتبرها أي حاجة لكن من الجميل إن إحنا نتذكر ناسنا هنا في شالي وهذه الواحة الموجودة من عمق التاريخ من الأسر الفراعونية اللي إحنا بكفاءة عالية قوي بنحاول نفسي تجملها معرفش ليه صحيح في حاجات بتحصل في ترميم وفي حاجات كويسة لكن الحكاية محتاجة نظرة فيها ثقافة لأن المعلومات اللي أنا قلتلكوا دي واخدناها من دكتور أحمد فخري ودكتور أحمد فخري واخدها من مخطوط مخطوط قديم في كل المعلومات ديت يعني دكتور أحمد فخري ميزة توثيقه إنه ما تقدرش إنت تقول إنه في كده لا ده واخده من مخطوط المخطوط ده فين؟ هو موجود هنا وإحنا إن شاء الله زي ربنا أحيانا بعد ما نزل السلم اللي طلعنا ده هينقابلنا حد شاب جميل هنا رجل عنده المخطوط نفسه فإحنا هنشوف أنا مبسوط جدا إن شفت المدينة اللي كان عايش فيها جدودنا وهي مدينة الحقيقة يعني تبدو أطلال أطلال لكن فيها كلام كتير